يشتعل ميناء بيروت فتحترق معه قلوب الضحايا الذين بدأت أسماؤهم تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لتعلن العديد من الدول عن فقدان رعايا لها في التفجير سوريا أعلنت عبر مصادر محلية وفات أكثر من 25 شخصا كانوا يعملون في المرفأ أما وسائل إعلام مصرية فأفادت أيضا بمقتل ثلاثة من الرعايا المصريين في بيروت بينما كشفت ألمانيا عن مقتل موظفة بسفارتها في وقت أعلنت أستراليا موت أحد رعاياها وهو لبناني الأصل الانفجار خلف مفقودين وجرحى كثيرين أيضا من عدة جاليات عربية وأجنبية يتوحد الدم العالمي على أرض لبنان إثر هذا التفجير المفجأ وكان التفجير الذي وقع في الرابع من أغسطس الجاري خلف أكثر من 130 قتيل من جنسيات مختلفة فيما وصل عدد الجرحى لأكثر من خمسة آلاف شخص فيما أكد محافظ بيروت مروان عبود أن أكثر من 250 ألفا باتوا في العراء بعد التفجير ترجمة نانسي قنقر